السلام عليكم ومرحبا بكم في مراجعة أو تجربة واحدة من منتجات شركة بلاك فيو اللي راح تكون عليها تخفيضات هذه الأيام وهذا المنتج عبارة عن ساعة دكية أو سمارت ووش اللي تتدعى ال W50 ومناسبة للرياضة والاستعمال العادي وتعتبر واحدة من أجمل وأفضل الساعات الدكية مقارنة بالسعال اللي راح تكون به كما قلتكم في التخفيضات هو 25.99 دولار تقريبا 26 دولار وممكن إذا كنت أنت تمتلك قاسي موضع تخفيض ممكن تحصلها أقل من هذا وهذه الساعة تأتي بثلاث ألوان ومن الأشياء الجيدة في هذه الساعة مقاومة لألماء والأره مباشرة لفتح العلبة لما تفتح العلبة مباشرة تجد كتيبة تعليمات اللي ممكن يكون مفيد في بعض الأحيان خصوصا مع أشياء مثل هذه والساعة مع صوارين أو اثنان من ستراب وهذه من الأشياء الجيدة واحد من البلاستيك والآخر من القماش واللحظة أنا جيد ممكن لأصحاب الرياضة زائد قبل الشحن عبارة عن مغناطيس اللي راح تحطه مباشرة يلتسق وهذه هي جميل الأشياء التي تأتي مع هذه الساعة وهذا هو شكل الساعة تأتي من الأمن بإطار من الفلاد وحتى البراغي ومن الخلف من البلاستيك مع المستشعى اللي ممكن تحتاجها في تطبيقاتها على الرياضة مثل نبضات القلب وغيرها مع زرين من هذه الجهة واحد بين تشغيرة فيه دائرة بنية والجهة الأخرى اللي مفيهاش الأزرار راح تجد مكبر الصوت والميكروفون والكواليتي تحت هذه الساعة جد مقبولة وخصوصا تأتي مع سيوارين اللي ممكن طريقة تركيبهم أيضا جد سهلة بالنسبة لهذا السيوار دع السيليكون أو البلاستيك أما بالنسبة للسيوار تاني دع القومة شادة نفس طريقة التركيب لكن لما تضحى تضحى بشكل آخر تجد أن الساعة محكمة جيدا في اليدة تاعة لهذا قلكن في البداية تكون مناسب ممكن لأسحاب الرياضة ولما انزعت الغيطاء هذا على الشاشة وجدت أن الشاشة تأتي بلون أسود قاتم جدا وهذا ما يبين أن الكواليتي جيدة وقبل ما ندخل في تفاصيل دع الشاشة راح نتكلم لكم على طريقة الاستعمال وطريقة التشغيل يجب يكون عندك في البداية هاتف لكي تشغلها أو تربطها معاه وتعمل سكان لهذا الكود عن طريق تطبيق QR تحمله من Play Store وهكذا بعدما تحمل سكان للكود هذا راح يديك مباشرة للتطبيق أو تحميل التطبيق الذي يدعى InfoWare ولما تدخل على التطبيق وخصوصا ترك جديد فيه يجب تعمل حساب جديد فيه ورأتعامله بالطبع عن طريق الجيميل طريقة السهلة وتدخل باقي المعلومات اللي يحتاجها التطبيق خصوصا تار الرياضة رأي أخذ لك الوزن التاعك والطولة تاعك وغيرها وحتى الاسم التاعك وممكن تعطي بعض الصلاحية لهذا التطبيق باش تخلي الساعة تتحكم في المكالمات تاعك ويوصلوا الرسائل والنوتيفيكيشن في الساعة معناه جميل أشياء تولي توصلك في هذه الساعة وممكن تعمل حتى مكالمات بعد ما انتهينا من طريقة التشغيل راح نتكلمو على شاشة هذه الساعة تأتي بشاشة 1.39 إنش تقريبا 3.5 سنتيمتر ومقبولة جدا في اليد كنت أضعها في اليد تاعك ما تباش بكبيرة الحجم جدا عادية جدا الشكل التاحة آنيق وما جايش كيمكنكم كبيرة أو صغيرة في المتوسط ورح تشغلها عن طريق الحركة كما تعمل حركة هكذا راح تشتغل الساعة وكما قلت لكم وجدت أن الشاشة تأتي سوداء جدا أو بالأسود القاتب لهذا فيها الألوان جيدة وتشاهد بأن اللون الأسود أسود أسود طبيعي حتى الأبيض عادي جدا ويقولوا أنها IPS وبالنسبة للواجهات عادي الساعة ممكن تغيرها كونك بعد الواجهة تليجوا مع الساعة مباشرة وممكن تحمل المباشرة عن طريق ذلك التطبيق يقول لك هين أكثر من مئة واجهة وممكن تخير واحدة لتساعدك فيها العديد بصراحة تقريبا جامحة جيدة وتحمل مباشرة من طريق التطبيق هنا وممكن كل واجهة فيها ميزة أو إضافة مثل الواجهة عن رياضة راح تعمل هذه الواجهة فيها مباشرة المكالمة ورح تعرض لك نبادة القلب وغيرها من الأشياء وكما قلتكم في بداية الفيديو هذه الساعة مقاومة للماء ممكن تستعملها في الاستعمال العادي ما راح تستعملها في أشياء أخرى ويقولهما راح تستعمل حتى العشرة متر تحت الماء ندق تحت عشرة متر لكن أيضا هما يحضروا من بعض الأشياء لهذا وممكن تستعملها هذه لما تريدها غسل يديك راح تخليها عادي جدا وممكن أيضا حتى تستعملها في الجو يكون ممطر ما راح تخاف عليها من الماء وخصوصا من شركة بلاك فيو معناه من شركات تقريبا حاليا معروفة في السوق ليس مثل الشركات الغير معروفة ويقول لك مقاومة للماء والآن راح نزيد نتكلم على باقي الأشياء لفي هذه الساعة وبالنسبة الواجهة الأمامية هذه الساعة لما تمسحها كذا راح تجد نوتيفيكيشن تاعك والرسائل لممكن تزيد تمسحها من هنا تلك الرسائل ولما تصعد من الأسفل من هنا راح تجد الإعدادات وغيرها من التطبيقات أو الأشياء اللي تحتاجها تعلموض هذا ومن هنا وهنا لك تبحث على الهاتف تاعك تودل لك في الدار وبالنسبة الإضاءة في هذه الشاشة ممكن من هنا تخفضها أو تزيد لها من هنا تخليها في المتوسط إذا كنت في أماكن لا يوجد السمش أو ممكن إذا كنت في منطقة فيها السمش تزيد لها قليلا وجربتها أنا في الخارج عادي جدا تباني معي بالنسبة الصوت على التاحة مقبولة ممكن هنا تعمل مود أو وبالنسبة لهذه الساعة تدعم العديد من اللغات من هنا ممكن تغير اللغة تاعك حتى اللغة العربية فيها هنا الوضع الصامت هذا فيما يخص هذه الواجهة ولما تضغط على الزر هذا هكذا راح تجيب المينيو التاحة هكذا ممكن تغير هذا المينيو وممكن تزيد تروح هنا ممكن تغير شكل المينيو من هنا هذا أو هذا تخليه بهذا الشكل أو بهذا الشكل تخليه هذا أحسن ليسعد هكذا وهنا ويرسمي لك القلب هنا راح تجد تعنبضة القلب ونسبة الأكسجين في الدم هنا وحتى موت سليب وغيرها من الأشياء حتى سترس غيرها من الأشياء اللي ممكن أيضا تحتاجها وهنا تطبيقات خاصة بالرياضة بصراحة مقدرش نجرب كل هذه الأشياء إلى بال جيمس وغيرها من الأشياء اللي ممكن تعملها بالساعة هذه وهنا راح تجد بص هنا تجد المكالمة تاعك كل هستوري هنا المكالمة لعيدولك من قبل ندرك هذه الأشياء وهنا ممكن مباشرة من هنا تعيض أي شخص المهم تكون ساعة مربوطة بالهاتف كما قلت لكم وأيضا هنا راح تجد ميوزيك من هنا تجد طقس تاعك كيف شرح دير في الخارج وهنا ووتش فيس هتغير الواجهات على الووتش تاعك أو الساعة تاعك وهذا الزر يدف مباشرة لتطبيقات على يد والعديد من الأشياء اللي ممكن أنا ما جربت وممكن هذه الساعة تأخذ بها صور بالهاتف تاعك أو تعمل حركة بالساعة ورح تأخذ أو تلتقط صورة بالهاتف ممكن تحط الهاتف بعيدة لك وتعمل حركة بالساعة لحي التقط الصور ورحوا إلى النقطة المهمة في الساعات والناس التي تركز عليها وهي البطارية تأتي ببطارية 370 ميلي أمبر أنا بالنسبة في بداية شرط 370 ميلي أمبر قد ممكن تقود معك يوم أو يومين عد أقصار لبقيت معك 3 أيام وحسب تجربتي مع هذه الساعة ولما جبتها مش حنتاج بصراحة 100% 90% وممكن لحقتها 95% ونزعتها لحد الآن 65% رأي في 3 أيام يعني أقل من النص وشدد 3 أيام ممكن استعمال ورح تقرب كتير ونقول وهذا الشخص ساعة ساعة يرح يخرب في الساعة ورح تبقى أسبوع عادي جدا وبدون أي مشاكل مع هذه البطارية ممكن بعض الساعات يوضعو لك 370 ميلي أمبر لكن ما رح تجدها تحكم لك بهذا المقدار من الوقت ممكن حتى أكثر من هذه كاليور علىك 400 ميلي أمبر 400 ميلي أمبر تقعها يوم أو يومين ممكن كالي يوم ممكن أيضا الساعة لريتو بحالي ندعو لك واجهة جيدة على الساعة أو شاشة جيدة في الصور تجد الصور تجد أنها ساعة رائعة لكن لما تجيبها تجد الواجهة أو الشاشة فيها الضباب كاليت ورح تجدها تلك بأسعار جد صغيرة ممكن تقعها 5 دولار أو حتى 10 دولار ممكن تكون ساعة أيضا غير جيدة الساعة الجيدة وما نقول أنها جيدة جيدة معناها الساعة المقبولة تجدها من 15 دولار فما فوق من 15 دولار تحت 15 دولار أو ممكن 13 أو 12 دولار تجيب ساعة مقبولة وخصوصا أيضا هذه الساعة تأتي مع سوار ممكن تستعمل هذا السوار أو سوار آخر والعديد من الساعة التي تنبع بسوار والكواليتي جيدة تجدها حتى 20 دولار وممكن من شركات غير معروفة بالنسبة لبلاك فيو كما قد حالي رأي معروفة في السوق بالهواتف والعديد من الأشياء وحتى الساعة هذه لما تكون بها 26 دولار لكن لما جربتها وتعرفت على الميزة التاحة والوظائف تاحها وستعملتها وخصوصا مقاومة للماء بالطبع أكثر من جيدة بهذا السعر وخصوصا قلت لكم إذا كنتوا تمتلكوا قسائم وكان واحد كان يلعب تلك الألعاب تاع آلي إكس بريس وغيرها عندها كوبوتة 4 دولار أو 5 دولار أو أكثر رأيستعملها في هذه الساعة راح يجيبها بعشرين دولار تكون بسير مناس وبصراحة هذه الساعة جد آنيق وكان هذا هو الفيديو يتنات على اليوم ومشاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ولو معلومة صغيرة إلا أجبكم فيديو ما تنسوش باشتراكه مع أصدقاء تعالى عملونا لايك وكومونت أسفل الفيديو وننسى لما يشترك مع لعي تشترك في القناة كي تصل لها أي حاجة جديدة نحطوها ولدعمنا في القناة وما بقال نقول لكم تلاقوا فيديو آخر مراجعة أو تجربة أخرى إن شاء الله وما ننسوش باش ندعو الإخوان في فلسطين السلام